قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم أشرف حكيمي سيرحل من فرنسا وفريق كبير في الطريق عجل مدرب المنتخب المغربي ساعد شيبا يرفع التحدي في الجزائر الرقراغي يجد خليفة بونو للعناية بعارين الأسود والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار أشرف حكيمي سيرحل من فرنسا وفريق كبير في الطريق قال موقع فوتبول أينسايدر أن النادي مونشستر يونيتد يتفوق حاليا على جميع الأندية والأسيام نادي تشيلسية في سباقهم للتعاقد مع الظاهر الأيمن لفريق باريسان جرمان والمنتخبية المغربية أشرف حكيمية ويعد حكيمي واحدا من أفضل أظهر الشباب في العالم حيث يتمتع بمهيبة كبيرة ويتميز بسرعة اللاعبين الشباب وفق لنفس المصدر فإن مونشستر يونيتد لن يجد صعوبة في توفير المبلغ المالي الذي تطلبه إدارة باريسان جرمان التي أصبحت مستعدة للتخلي عن حكيمي مقابل 60 مليون يورو على الأقل ومن المتوقع أن يعد هذا المبلغ أحد أعلى الأسعار في تاريخ التعاقدات لمركز الظاهر وتشير تقارير صعفية فرنسية إلى أن أشرف حكيمي بدوره يرغب في الخروج من باريسان جرمان ولا يمانع في الاندمام إلى نادي مؤهل المشركة في دور أبطال أوروبا الموسم المقبل ويرتبط اللاعب الشاب بعقد مع فريق باريسان جرمان حتى عام 2026 وكان الفريق الفرنسي قد انضم إليهم النادي انتر ميلان الإيطالي مقابل نفس المبلغ وبشكل عام من المتوقع أن تكون صفقة انتيقة لحكيمي لمونشستر يونيتد صفقة كبيرة ومثيرة للإهتمام حيث سيمثل اللاعب إضافة قوية للفريق الإنجليزي وقد يساعد في تحقيق الفريق للقاب دور الأبطال في المواسم المقبلة عاجل مدرب المنتخب الوطني المغربي سعيد شيبا يرفع التحدي في الجزائر عبر سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة عن سعادته البالغة بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين للسفر برسم الجولة الأولى من مبارية المجموعة الثانية في وضرة كأس الأمم الإفريقية والتي تصدفها مدينة قسطنطينا شرق الجزائر وقال شيبا في المؤتمر الصعفي الذي عقب المباراة وجهنا خصما صعبا لذلك كان لابد من عدم ارتكاب الأخطاء مع استغلال الفرص التي تتح لنا مررنا بفترات صعبة لكن عرفنا كيف نستغل فرصنا وضف المباراة الأولى دائما تكون مهمة والفوز فيها يعطي الإطمئنان والمنتخبات التي تفوز في المواجهات الأولى دائما تنقل الضغط على المنتخبات المنهزمة مثل ما تعيشه مجموعتنا وتم واجهنا خصما جيدا وعرفنا كيف نحض من خطورتهم لكن الفوز في اللقاء الأول لا يعني التأهل ونتمنى حسمهم بكيرا ولما لا في المواجهات المقبلة ضد نيجيريا وعدم انتظار المباراة الثالثة وانتصر المنتخب والوطني لأكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظره الجنب الأفريقي بهدفين دونراد في المباراة التي جمعت الطرفين يوم الأحد لحساب الجولة الأولى من دور مجموعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة وفتتح المنتخب الوطني نتيجة التسجيل عن طريق اللاعب عبد الحميد بودلال قبل أن يضيف اللاعب أدم حانين الهدف الثاني ليهدي الأشبال الانتصار الأول في كأس أمم أفريقيا الرقراقي يجد خليفة بونو للعناية بعارين الأصود يسعى مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد رقراقي إلى العطور على حارس مرمى بقيمة فنية عالية ليتم انتدابه في كتيبة منتخب أصود الأطلس خلال الفترة المقبلة نظرا لإصابة الحارس الأساسي للمنتخب أحمد ريد التجنوتي الذي يلعب في فريق الويداد الرياضي وحسب ما ذكره موقع العربي الجديد فإن الرقراقي يستعد لضم حارس المرمى الواحد إلياس ماغو الذي يلعب في فريق الساندردوليج البلجيكي ومنتخب المغرب لأقل من 23 عاما إلى صفوف المنتخب الأول ويقتنع رقراقي بقدرة ماغو البالغ من العمر 19 عاما ويرى فيه مستقبلا واعدا لحراسة المرمى مع منتخب أصود الأطلس ويستعد رقراقي لضمه إلى المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة حتى يتأقلم مع الأجواء ويضيف ذات المصدر أن الرقراقي يتابع ماغو بشكل كبير مع ناديه والمنتخب الأولمبي خاصة بعد أن تبت قوته خلال الفترة الماضية وأصبح واحدا من بين أبرزي حراس المرمى الساعدين ومن المتوقع أن ينافس ماغو بشدة المهدي بن عبيد حارس مرمى فريق الفتح الرياضي الرباطية على مركز حارس مرمى ثالث مع المنتخب الأول وقت طلب رقراقي من مناقب الاتحاد المغربي في بلجيكا متابعة ماغو عن قرب وإعداد محاضر دقيقة عنها هل اقتنع وليد رقراقي بلاعبين من أندية المغرب الكبرى؟ حارس مدرب منتخب المغرب وليد رقراقي برفقة مساعديه رشيد بن محمود وغارب أمزينة على متابعة المبارية الأخيرة لأندية لويداد الرياضي وراجع الرياضي والجيش الملكي مباشرة من الملعب في منافستي دور عبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالي الإفريقية لكورة القدم بعدما واجه الفريق الأحمر أخيرا نظره سيمبا طنزانية والتقى الفريق الأخضر بنظره الأهل المصري فيما واجه الفريق العسكري منافسه اتحاد العاصمة الجزائرية وفي هذا الإطار ذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مصدر مقاربين من المدرب وليد رقراقي أكد من خلالها أن الأخير لم يقتنع بالمرضود الفني لأي من لاعب الدور المغربي الذين تبع مباريتهم الأخيرة وأنه لمس الفرق بين المرضود الفني والبدنية الذي يقدمه المحترفون المغرب في الدورية الأوروبية ونظراءهم في الدورة المحلية وفي الوقت الذي رأى فيه مدرب منتخب أسلود الأطلس أن الظاهر الأيصر لفريق لويداد الرياضي حياضية الله هو الوحيد المؤهل لتعزيز صفو في المنتخب المغربي الأول وأنه لم يقتنع حتى الآن بأي لاعب من نجوم الويداد والرجاء والجيش وفي التفاصيل أخرج رقراقي لاعب خط وسط فريق الويداد يحيى جبران من حساباتها بالسبب تراجع مستواها وعلي حارس رقراقي على توجه البوصل للعبين المتألقين في القارات العجوز من أجل ضم أفضلهم للمعسكر التدريبي لشهر يونيو المقبل في الوقت الذي سيكتفي فيه بالصداء حارس مرمى فارق الفتح الرياضي مهدي بن عبيد ويحيى عضية الله من فريق الويداد الرياضي إلى تشكيلة منتخب أصود الأطلس مقابل قدوم باقي اللاعبين من الدورية الأوروبية وفي الوقت الذي أرى فيه مدرب منتخب أصود الأطلس أن الظاهر الأيصار لفريق الويداد الرياضي يحيى عضية الله هو الوحيد المؤهل لتعزيز صفو في المنتخب المغربي الأول وأنه لم يقتني حتى الآن بأي لاعب من نجوم الويداد والرجاء والجيش وفي التفاصيل أخرج الريقراغي لعب خط وسط فريق الويداد يحيى جبران من حساباتها بالسبب تراجع مستواها وعلي حارس الريقراغي على توجه البوصل لللاعبين المتألقين في القارة العجوز من أجل ضم أفضلهم للمعسكر التدريبي لشهر يونيو المقبل إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم أشرف حكيمي سيرحل من فرنسا وفريق كبير في الطريق عاجل مدرب المنتخب المغربي ساعد شيبا يرفع التحدي في الجزائر الريقراغي يجد خليفة بونو للعناية بعارين الأسود والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار